كيفية صنع جبن المتزرلة الإيطالي نظراً لارتفاع الأسعار تقدم لكم قناة صحة كل ما هو مفيد وموفر المقادير 4 لتر من الحليب الطازج كامل الدسم ملعقة كبيرة ونصف من الخلي ربع قرص منفحة أو ربع ملعقة صغيرة منفحة سائلة واحد ملعقة صغيرة ملح جبن خالي من اليودي أولاً تحضير المنفحة اضحني ربع قرص من المنفحة وأذيبيه في ربع كوب من الماء البارد المفلتري أو أضف ربع ملعقة صغيرة من المنفحة السائلة ضعيه جانباً لاستخدامه لاحقاً ثانياً أضف ملعقة كبيرة ونصف من الخلي إلى واحد كوب ماء بارد صب هذا في وعاء التحضير الآن اسكب الحليب البارد في الوعاء بسرعة حتى يمتزج جيداً مع الخلي سيؤدي ذلك إلى وصول الحليب إلى درجة الحموضة المناسبة سخن الحليب ببطء حتى 35 درجة عندما تقترب من 35 درجة قد تلاحظ أن اللبن بدأ يصبح رائباً ثالثاً عند درجة 35 أخرج الوعاء من على النار وأضيف المنفحة التي تم إعدادها من قبل ببطء إلى الحليب حرك في حركة من أعلى إلى أسفل لحوالي 30 ثانية ثم توقف غطي الوعاء وتركه دون إزعاج لمدة 5 دقائق رابعاً افحص الخليط بعد 5 دقائق يجب أن يبدو مثل الكستردي مع فصل واضح في اللبن الرائب وسوائل اللبن إذا لم يبدأ تكون الجبن اتركه لمدة أطول حتى 30 دقيقة أخرى خامساً قم بتقسيم الجبن إلى مربعات صغيرة بواسطة السكين ضع الوعاء مرة أخرى على النار وسخنه إلى 40 درجة مع تقليبه ببطء بالمغرفة ارفع الوعاء عن النار واستمر في التقليب ببطء لمدة 2 إلى 5 دقائق المزيد من الوقت سيجعل الجبن أقوى سادساً باستخدام ملعقة مثقوبة ضع اللبن الرائب في مصفات أو وعاء آمن للمايكرويف إذا كان اللبن الرائب ما زال طرياً جداً في هذه المرحلة اتركه لمدة دقائق أخرى بمجرد نقلها اضغط على اللبن الرائب بيدك بلطف واسكب أكبر قدر ممكن من سوائل اللبن يمكنك حجز السوائل لاستخدامها لاحقاً في الخبز أو كمرق الحساء سابعاً إذا كان في مصفات انقل اللبن الرائب إلى وعاء آمن للحرارة بعد ذلك ضع اللبن الرائب في المايكرويف لمدة دقيقة واحدة إذا رغبت في ذلك أضيف واحد ملعقة صغيرة من الملح إلى اللبن الرائب لمزيد من النكهة ستلاحظ انفصال المزيد من سوائل اللبن عن اللبن الرائب صفيه فالمصفات كما فعلت من قبل ثامناً اعجن الجبن سريعاً بملعقة أو يديك ستساعد القفازات المطاطية لأن الجبن يكاد يكون ساخناً جداً بحيث لا يمكن لمسه في هذه المرحلة ضعيه فالمايكرويف مرتين إضافيتين لمدة 35 ثانية لكل منهما وكرر العجن كما في الخطوة الأخيرة للمساعدة في تصريف المزيد من السوائل صفي كل السوائل باستمرار ملحوظة إذا كنت تفضل عدم استخدام المايكرويف فيمكن استخدام حمام مائي حيث يتم تسخين اللبن الرائب بالماء الساخن تاسعاً الآن تبدأ المتعة اعجن بسرعة الآن كما تفعل مع عجينة الخبز أزل اللبن الرائب من الوعاء واستمر في العجن حتى يصبح ناعماً ولامعاً أعده إلى المايكرويف إذا بدأ يبرد قبل أن يصبح جاهزاً للتمدد قم برش بعض الملح في هذه المرحلة إذا كان الجبن ساخناً بدرجة كافية يجب أن يكون طرياً ومرناً بما يكفي لتمتد وتمدد أكثر مثل حلوة توفي هذا ما يجعلها جبنة المتزرلة عاشراً اعجن الجبن مرة أخرى في كرة كبيرة حتى تصبح ناعمة ولامعة تصبح جبنة المزارلة جاهزة بمجرد أن تبرد بما يكفي لتناولها ليبرد بسرعة ضعه في وعاء من الماء المسلج وضعه في الثلاجة عندما يكون الجو بارداً يمكنك لفه بغلاف بلاستيكي ويستمر لعدة أيام لكن الأفضل عند تناوله طازجاً بالهنا والشفى مع تمنيات قناة صحة أن نكون قدمنا لكم طريقة جيدة وسهلة من مصدرها المطبخ الإيطالي ترجمة نانسي قنقر